اشتركوا في القناة مش بس بالنسبة لأهله وذوي ومحبيه لكنه كان طاقة بتفيد بالحب والوفاء والإخلاص الشديد والانتماء الكبير جدا للنادي الأهلي يمكن على مدار سنوات تشرفت بيها في التواجد في قناة النادي الأهلي لمست قد إيه إن الرجل ده الحقيقة وده يمكن الترجم بشكل كبير جدا في مرحلة تعبه قبل وفاته حالة حب جارفة الحقيقة لإسم العامري فاروق وده ما كانش ممكن أبدا يحصل لو لا رحلة عطاء وتفاني وإخلاص كبيرة جدا لإسم النادي الأهلي ولكيان النادي الأهلي خلص التعازي مش بس لأسرته ومحبيه وأصدقائه لكن كمان لعائلة النادي الأهلي ولجماهير النادي الأهلي في فقدان واحد من أهم رموز النادي الأهلي داخل السنوات الأخيرة هبدأ حلقة النهار ده طبعا باللي واجعني واللي واجع المصريين كلهم منتخب مصر الفيلم ده ممكن تبقى بتشوفه كلاكات عشر مرة يعني السيناريو اللي بيحصل اليومين دول بعد خروج أو مش هقول خروج بعد إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لاستكمال مشواره في بطولة أهم أفريقيا أنا شخصيا وكل جماهير الكرة في مصر عشناه كتير قوي عشناه في مناسبات كتيرة جدا وفي كل ظرف من الظروف دي أو في كل مناسبة أو في كل فصل من القصة اللي يطول شرحها دي كانت بتكرر نفس الأحداث وبتاليها نفس النتائج اللي يمكن مش عايز أقوله يدايق ومفيش حد يعني مفيش حد ما بيحبش منتخب مصر ومفيش حد نفسه ما يشوفش منتخب مصر في أعلى قمة من نجاح وكامل اللي بقوله النهاردة لحضراتكم كمشاهدين أنا لا يعنيني المسؤولين عن الأمور في شيء ولا يعنيني الجهاز الفني في شيء ولا يعنيني اللعيبة منتخب مصر أنا بكلم جمهور الكرة في مصر للأسف الشديد جدا بقى كل إحباط بيلي إحباط أكبر منه القصة وما فيها الحقيقة هي قصة منظومة اوعى تتخيل أنه القصة زي ما أنا شايف الأعلام مركز قوي الأيام اللي فاتت على أنه قصة قصة روي فيتوريا وأنه سبب عدم نجاح مصر في النسخة دي هو روي فيتوريا على الإطلاق هو عامل أساسي رجل ما عندوش الحقيقة بربع جنيه كورة يعني أنا قلت لكم من الأول من أول ما تولى المشوار آه في بوادر مبشرة وفي نقاط إيجابية تخلينا نشجع التجربة لكن على مدار الأربع مطشط في البطولة وقلت من أول يوم أنه التحدي الحقيقي والتقييم الحقيقي لروي فيتوريا هيكون في بطولة أمم إفريقيا قبل كده شيء وأمم إفريقيا شيء تاني خالص وأعتقد أنه على مدار أربع مطشط شفنا أنه المنتخب ظهر مفكك ظهر بلا بصمة ظهر فقد للهوية فقد للشخصية فقد للروح مع منتخبات للأسف كان المفروض يعني أنها بتبعد عننا سنين ضوئية لك أنت تخيل عزيزي المشاهد أنا ممكن طبعا أطلع أقولك هارد لك وأنا عوض في اللي جاي ومصر طلعت طب ما هي السنغال طلعت وغانا طلعت وكاميرون طلعت والجزائر طلعت كل ده تلع بدري بدري شوف مين تعال شوف مين تعال أقرأ النهاردة وشوف مين ووصل دور التمانية في بطولة أفريقيا في نفس الوقت اللي الكبار دول اللي كانوا مرشحين قبل البطولة خرجوا وفي منهم اللي صيف زي ما بنقول كده بدري بدري بكلمك على فرق زي الكونغو بكلمك على فرق زي الرأس الأخدر بكلمك على فرق زي بوركينا فاسو بكلمك على فرق زي أنجولا زي موريتانيا أنت متخيل شكل الخريطة الناس دي نجاحها ما كانش محد صدفة ما كانش مولود في حضن البطولة الناس دي اشتغلت وخططت وتعالى بقى يعيد السيناريوم الأول هل القصة قصة روي فيتوريا هل قصة قصة اللاعبين مع أن فيه كتير منهم الحقيقة أقلص ودى أكتر من المطلوب منه في البطولة لكن أنا شايف أنه قصة أكبر من كده بكتير قصة منظومة الكرة اللي في مصر اللي بتتغير أو اللي بتتغيرش مع تغير كل مدير فني نلعبنا كل الألعاب جربنا برادلي وجربنا أجاري وجربنا هكتور كوبر وجربنا كارلوس كيروش وبنجرب روي فيتوريا ومعهم شوق غريب ومعهم حفظ الألقاب طبعا ومعهم حسام البدري ومعهم إيهاب جلال وغيرهم 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 ولم تنجح الكرة المصرية على مدار 14 سنة في تحقيق أي شيء اللهم إلا ذكره أعتقد كلنا بنحاول ننساها يا ورسول لكاس العالم في 2018 مع عدى ذلك النتيجة صفر ليه؟ لازم السؤال يكون ليه؟ وليه مع تغير الأسماء القائمة على دارة كرة القدم في مصر ما بتتغيرش الأحوال ليه؟ مع تغير لجان كانت أو مجال الإدارة كانت ببنشوفش نموذج عمل جديد دي ببنشوفش استنساخ مثلاً مثلاً لتجربة المغرب استنساخ لتجربة أنا مش عايف أقول ينفع أقول استنساخ لتجربة بوركينا فاسه مثلاً استنساخ لتجربة كاف فردي مش يبقى عايب لو قلت كده؟ يعني مش يبقى عايب لما أقول لحضراتكم كده؟ تعالوا نبص على المنظومة كلها ونتخيل وطلع الأهلي شوية بره المعادلة لأنه بدون الأهلي أو لو الأهلي كان فقط توزنه في السنوات الأخيرة أنا انضمت لقناة النادي الأهلي شرفت بالعمل في قناة النادي الأهلي من قبل بطولة أفريقيا لنجبة التسعة من قبل بطولة الأهلي والزمالة كالنهائي القرن وكانت البطولة غايبة بقالها فترة طويلة 7 سنين تقريباً في خلال الفترة اللي أنا كنت موجود فيها في النادي الأهلي شفت نجاحات على أعلى مستوى وأنا حاشا لله أن أنا أكون بقارن بين الأهلي وبين المنتخب بس أنا بدي نموذج يوضح لحضرتك الفارق لأنه نفس الظروف تقريباً هي هي ما فيش اختلاف بالعكس يمكن لما تشوف ميزانيات المدربين اللي تولوا مسؤولية المنتخب مصر الأول في السنوات الأخيرة لو تقارنها بمدربين اللي تولوا مسؤولية النادي الأهلي شتان الفارق تركيز النادي الأهلي ونجاحات النادي الأهلي على المستوى المحلي أكيد ما فيهاش نقاش طبعاً المستوى القاري ما حتش قدر يتكلم الأهلي وزعيم أفريقيا طبعاً المستوى الدولي حتى على المستوى الدولي في مواجهة الكبار تقدر تقول أنه الأهلي حطت أفريقيا في المرتبة رقم 3 مع الفارق الكبيرة جداً في الإمكانيات وراء أوروبا وراء أمريكا الجنوبية متقدماً على أندية بإمكانيات رهيبة سواء في أسيا أو في أمريكا الشمالية زي المكسيكو زي كندا زي الأوليات المتحدة الأمريكية والدول الكونكاكاف وأسيا وأنتو عارفين أسيا يابان وكوريا وصين وإيران وخليج عربي عنده من الإمكانات المالية كبيرة جداً ونجح الأهلي في ده طب سؤال هو ليه إنجازات منتخب 2006 و2018 مش قادرين نكرارها مرة تانية على أقل لبطولة واحدة إذا كان الأهلي في أفضل أحواله يعني إذا كان سكواد الأهلي في أفضل أحواله ومسيطر تقريباً على القارة على القارة الإفريقية بالطول وبالعرض ولما بيشارك فيه مع مستويات أعلى منه بكتير في بطولات كاس العالم الأندية بيقدم مرضوط في منتهى القوة وبيحقق نجاحات محدش كان يحلم بيها ولما نتكلم على المحترفين واتقرنهم حتى بمحترفين جيل 2010 هتلاقي فيه فرق كبير جداً على مستوى الأندية اللي بلعبوا فيها وعلى مستوى النجاحات اللي بيحققوها مع أنديته يعني الجيل ده مش جيل وحش زي ما أنتم بتحاولوا توصلون طب حد يسأل نفسه سؤال لو نفس الجيل ده كان معاه بيب جوارديولا بلاش مش هول جوارديولا ولا أنشلوتي مدرب من المدربين الكويسين اللي طلعين في أوروبا تشابي ألونسو مثلاً مكسر الدنيا في الدوري الألماني ومرشح للوحرية المدريد هل كان يحصل فرق؟ أنا بقول حقيقة لا هل القصة قصة مدرب بس؟ أولا قصة قصة منظومة؟ منظومة بقى فيها خلل كبير جداً على كل المستويات وسابقات محلية ودوري إذا كده الدوري يعني هي البطولة الأقوى والأهم بيلعب بدون أي نوع من أنواع الضغوط مدرجات خاوية عندها ملهاش شعبية ولا جمهورية ولا حد بيتفرج عليها ولا حد عايز يتفرج عليها لعيبة بتاخد مقابل مادي كبير جداً والمرضود والمحصلة في النهاية للأسف صفر لك أن تتخيل أنه في سنة من السنوات يعني لما كان النادي الأهلي بيلعب في الدوري كنت أنا ساعتها مع الجمهور يعني كلام ده من سنين طويلة شوية وكان دوري فيه عندها كتير جمهورية كان فيه فرق مثلاً زي بلدية المحلة السويس جمهورية شبين غز المحلة طبعاً لما كان غز المحلة المصري الإسماعيلي الاتحاد كلها عندها شعبية وجمهورية كل مطشاط الأهلي اللي كان بتتلعب في ملعب جمهورية شبين في ملعب بلدية المحلة في السويس في أي حتة في مصر غير المدرجات كامل العدد طبعاً مطشاط صعبة جداً على الأهلي الضغط الجمهوري الجيل ده من اللاعبة تعود أنه هو يلعب من غير ضغط جمهوري المدرجات الفاضية جزء من المشكلة يعني بمناسبة المدرجات دي خليني أقول لحضرتك أنه أنا في سنة من أول مطش حضرته في أوروبا كنت في مدينة شتوتجرد عشان بس أقول لك الفرق في التفكير والرؤية وإزاي تقدر تطبق ده على الأرض الواقع في قصة الجمهور يعني كنت في مدينة شتوتجرد في ألمانيا وكنت مدينة شتوتجرد دي مشهورة جداً بأنها يعني الوطن الأم لتنين من أكبر برندات العربيات في العالم يعني واحدة منهم ماركة شهيرة جداً في مصر فليه عاملين زي متاحف هناك وأنا في زيارة الواحد من المتاحف دي فبسيت لقيت من المتحف من فوق في ملعب كرة تحت المتحف على طول فسألت ده إيه قال لي ده ملعب شتوتجرد وبكرة أو بعد بكرة في مباراة مهمة جداً بين شتوتجرد وبين بار ميونيخ بحب بار ميونيخ فقررت أن أنا أحجز تذكرة وأحضر المباراة دي وأنا داخل أنا بشجع بار ميونيخ وداخل ملعب شتوتجرد وأنا داخل المباراة لقيت أن الجمهور الألماني يعني يعني جزء كبير جداً منهم بيروحوا المتشاط دي مش في وعيهم قوي يعني يعني بيبقوا مش مش في كامل وعيهم يعني فكت متخوف جداً جداً حقيقة دخلت المباراة المباراة كانت قوية جداً وعنيفة جداً محدش في داخل الملعب يقدر أو قدر أنه يخرج عن النص مفيش حد ممكن يخترق القانون أو أنه يعمل مخالفة أو أنه يعتدي على حد أو أنه يبوز المباراة ده النظام والجمهور اللي بيحضر المتشاط مش كله جمهور كورة مش كله ألترس يعني بمعنى الألترس المفهوم عندنا هنا أو متعرف عليه في مصر لا ناس طبعية جداً مين قادر يرجع الجمهور في مصر مرة تانية مين ممكن يراهن على انتظام المسارقة ممكن يحل المشكلة أو الخلل اللي حاصل في غياب الاندية الجمهورية اللي تعتبر مدانة من وجهة نظري اندية زي المنصورة واندية زي الأولمبيا واندية زي السويس واندية زي الشرقية واندية زي القناة وزي المينيا إداراتهم المتعقبة جزء من المشكلة إزاي بقى معاك نادي الجمهوري وما تقدرش تنجح به في ظل توجد اندية بقى النهاردة كلها احنا الدوري بقى أشبه بدوري شركات مع كامل احترام ليهم طبعا عندهم امكانيات مادية وبيشتروا اندية وبيشتروا لعيبة فاركو فيوتشر بيراميدز زد امبي كلهم تقريبا عندية شركات مفيش اي ظهير جماهيري مفيش جمهور في مصر مهتمة بانه هو يتابع او يعني خلينا نكلم بمتاحة صراحة ازاي تقدر تدمج التجارب النكحة دي اقتصاديا مع التجارب او مع اندية شعبية وجماهيرية تقدر تديها الامكانيات اللي تخليها موجودة على الخريطة وبتنافس ترجع الجمهور مرة تانية بدون وجود جمهور في كرة في مصر مفيش كرة في مصر بدون ما اللعيبة تتعود انها هو جزء من نجاح الاهلي انه تعود دايما يلعب تحت الضغط مدرسة الاهلي بتعود لعبتها جزء من نجاح معدلة نجاح الاهلي وهو فكرة اللعبة تحت ضغط فانك انت تحاول فيتوريا لكبش فدة وتروح تجيب اسم بقى تاني مصري كان اجنابي كان وتقول احنا كده عدلنا الميلة واحنا رايحين نحن نفس على الكنف في المغرب في 25 وراحين كس العالم عشان نعمل حاجة زي ما الاشقاء عملوا قبل كده يبقى انت بتبيع الوهم الجمهور الكرة في مصر اعتقد اعتقد انه المنظومة كلها في حاجة الى اعادة بناء من اول وجديد والقصة مش قصة مسؤولين انا لا بتكلم على مسؤولين في اتحاد الكرة الحاليين لانهما ممكن يكونوا جزء من المشكلة لكنهما مش كل المشكلة بالتأكيد تعال نبص ونراجع من 20 25 عايش تروح ل30 سنة فاتت هتلاقي انه كل المسؤولين عن اتحاد الكرة في مصر لتولوا المسؤولية بيشتغلوا بنفس النمط وبيشتغلوا بنفس الاسلوب فيه طفرة حصلت فيه نقلة نوعية حصلت في الكرة في مصر تقدر تقول انه التجربة بتاعتنا من سنة 90 اول نجاح المستوى العالمي الوصول لكاس العام في ايطاليا لغاية 20 24 اختلفت طريقة الادارة او منظومة التخطيط للمستقبل انا اشك انه الاجابة تكون نعم انا اشك انه الاجابة تكون نعم لما يكون مجموعة من الاسماء هي بس اللي بتسيطر على كل ما هو علاقة بكرة القدم سواء كان اعلام او كان سوشال ميديا او كان انتخابات او كان تربيطات او كان مناصب ادارية يبقى ثق تماما انه النتيجة في النهاية لن تختلف على الاطلاق عندنا النهاردة نظرة سريعة كده على تاريخ منتخب مصر من بعد 2010 اخر اللحظات المضيئة في تاريخ الكرة المصرية على مستوى المنتخب وهرجع تاني اقول لك بص الفارق لانه لو الاهلي مش موجود مش عشان انا في قناة النادي الاهلي ولا انا عشان انا اهلاوي انا بتكلم من منطلق جرتي على الكرة المصرية وعلى اسمه منتخب مصر وعلى عالم مصر نفسي يبقى مرفوع احنا في نفس الوقت في نفس الوقت اللي قدمنا اسوأ عروض اربع مطشاط كلهم توطر وضغط عصبي وتنشانة هتفرجش على الكرة عشان كده التقاهل بشقة على فكرة انت لو كنت قدمت 50% من مستوىك اللي كنت بتلعب فيه في الكاميرون النهاردة كان بقى طاليك ممهد للنهائي تلعب الفيز من غينيا بيساو غينيا اللي هي غينيا كونكري وبعدها كود ديفوار اللي طلعت السنغال دي القصة فتخيل بقى انه لو الاهلي مش في المعادلة يعني لو الاهلي جزء من او ماشي بنفس النظام او بنفس الطريقة اللي بتدور بيها الكرة في مصر فبالتالي ما فيش للاهلي افريقيا وما فيش للاهلي العالمي وما فيش للاهلي يعني مشرف سمعة الكرة المصرية خلينا نقول انه كان خارج المعادلة وحاله من حالة الكرة المصرية كان هيبقى النظام فتعالا بص بقى نشوف احنا صرفنا كام والقصة مش قصة صرف بس بس تعالا نشوف احنا صرفنا كام انا عندي مشاكل كتيرة جدا في عقاد فيتوريا لسه هتكلم فيها يعني قصة فيتوريا دي وغالبا السيناريو الاعرب لفيتوريا هو الرحيل اذا ما وافق الرجل انا اجيلكم في تفاصيل فيتوريا بس تعالوا نشوف حجم الانفاق على المدربين بتوع منتخب مصر من بعد مرحلة 2010 لتولى المسئولية لغاية يومنا هذا وتعالوا نشوف كل مدرب او كل اسم حقق ايه بعد كابتن حسن شحاتة الامريكي طبعا بوب برادلي تولى المسئولية من 11 ل13 لعب 32 مباراة منهم 10 مباراة رسمية و22 مباراة والدية حقق 18 فوز 6 عادل 8 هزيمة سجل 61 وعليه 46 كان بيتقضى في الوقت ده طبعا ده كان رقم كبير جدا راتب شهري 45 ألف دولار ونهاردة طبعا حتى النهاردة رقم يعني يعتبر كبير جدا وده طبعا الارقام دي طبقا للبيانات اللي اتيحت لنا لفريق عمل السادسة يعني ومشكورين اللي حيقاموا بمجهود كبير جدا عشان يقدموا لحضراتكم الارقام دي في كل مراحل المداربين المختلفين يتعلموا المسئولات النفقات بالتقريب تقريبا في الفترة دي من 11 ل13 بتتكلم على 2 مليون ومئة وستين ألف دولار وكدت النتيجة طبعا الاخفاق في التأهل للموضيان بعد بوب رادلي 2013 جاي كابتن شوقي غريب لعب بس 9 مطشاط منهم 6 رسمي و3 ودي فكنا أنا حضرت مطشو مصر والسجنال في السادة القاهرة اللي خسرنا فيه في القاهرة هنا لأحقق فوز 3 مرات تعادل وحيد هزيمة 5 مطشاط وسجل 11 واستقبل 11 نيجي بعد كده الهكتور كوبر ودي يعني يمكن الرغم طبعا أنه منتخب مصر كان في حالة هزيلة جدا وفي مرحلة تعافي خلينا أقول ما بعد الظروف الصعبة اللي مرنا بيها لكن نسبيا تقدر تقول أنه هكتور كوبر نجح مع المنتخب آه ما حققش حاجة على مستوى الألقاب صفر من الألقاب والبطولات لكن في نهاية وصلك لأول مرة بعد ما كنتش بتتأهل حتى احنا مكناش قادرين نتأهل لبطولة أمام أفريقيا وصلك أنك أنت تلعب نهاية قدام الكاميرو في 2017 وطبعا الفرحة الأكبر كانت في الوقت ده رغم أن نحن روحنا عملنا حاجة وحشة قوي يعني في روسيا كانت تتأهل لكاس العام ماتشات رسمية لعب 38 مباراة منهم 23 مباراة رسمية 15 ودية 19 فوز 7 تعادل 12 خسارة استقبل أو سجل أول 49 واستقبل 28 وكان بياخد تقادرات بشهري شهري 70 ألف دولار النفقات تقريبا وزاد النفقات المبلغ ده زاد بعد ما تأهل لكاس العالم وصل إلى 110 ألف دولار يعني لو رقم اللي عندي دقيق يعني كانت النفقات بالتقريب بتتكلم في 2.5 مليون دولار وكانت طبعا وصيف أصافة أفريقيا بعد ما خسنا من الكاميرون وقت أهل للمونديار روسيا 2018 رحل هكتور كوبر وجيب عديق المكسيكي المكسيكي خافيار أجاري 2018 ودي طبعا كانت التحضير لإستضافة مصر لبطولة أمم إفريقيا أجاري لعمى المنتخب 12 مباراة منهم 9 رسمي و3 ودي فاس في 9 وتعادل في 1 وخسر 2 منهم طبعا الخسارة التي لها تونسة وبرضو كنت فلسطاد مش عارف أنا وشي وحيش على المنتخب لما بحدر مطشاط فلسطاد روحت وخدت الولاد وكرنفال بقى وقلنا أجواء 2006 هترجع تاني ويلا نروح مصر وجنوب أفريقيا دور الستاشر الكان استاد القاهرة كرنفال استاد ولا أروع مليان جمهور كافة أطياف الشعب وهذه الصورة اللي كنت بكلمك فيها استاد القاهرة أو ملاعب الكرة في مصر مش حكر بس على مشاجعين الكرة استادات والمدرجات دي ملك للأسرة المصرية كرنفال يروح فيه الولاد الصغيرين والناس الكبيرة رجالة وستات وشباب يشجعوا يبقى يوم للمتعة ويوم للفصحة زي ما بتحصل في كل أنواع رياضة في العالم كله نرجع بعد هكتور كوبر بعد خفير أجاري 2018 خسر المباراتين زي ما قلت لكم طبعا كانت المبارات الأخيرة ليه جنوب أفريقيا في استاد القاهرة وخرجنا من دور الستاشر في الكان سجل 25 استقبل 7 كان بيتقادرات بشهري 120 ألف دولار النفقات بالتقريب أو إجمال النفقات في الفترة بتاعت 2018 بس مليون ونص مليون دولار والحصيلة الخروج من دور الستاشر في كاسر أمم الأفريقية لكابتن حسام في مصر عشان لو كنت ناسي أفكرك طيب ماشي خفير أجاري وجيه حسام البدري لعب مع المنتخب بس 9 مطشاط منهم 8 مباريات رسمية مباراة واحدة ودية حقق إيه كابتن حسام حقق الفوس في 5 وتعادل في 4 وسجلهم من الخسارة بلا هزيمة سجل 13 واستقبل 4 وتعرض برضو للمجموعة من الانتقادات الكبيرة جدا وجيه بعديه كارلوس كيروش وكارلوس كيروش ده لي نوافة معه الحقيقة كارلوس كيروش لعب مع المنتخب 20 مباراة منهم 19 رسمي مباراة واحدة ودية فس في 11 تعادل في 6 وخسر 3 مباراة سجل 25 هدف المنتخب معاه واستقبل 9 أهداف وكان بيتقادرات بشهر 100 ألف دولار ونفقات بالتقريب 700 ألف دولار والحصيلة وصيف كاس أمم أفريقيا طبعا في مواجهة السنغال وعدم القدر على التأهل أو الترشح لكاس العالم بعد الخسارة أيضا من السنغال ثم مرحلة مش هقدر أقول مرحلة الحقيقة رجل الحقيقة تجربته ما اكتملتش ما خدش الفرصة كاملة يعني يهاب جلال مسك المنتخب 3 مطشاط لعب منهم 2 رسمي ووحدة ودي خسر طبعا من إثيوبيا في خسارة كاتليا ردود أفعال كبيرة جدا وخسر أعتقد من كوريا بنتيجة 4 وكانت كان القرار الاستبعاد بقى إقالة استقالة يعني ما عنديش التفاصيل فاز مرة واحدة وتعادل ولا مرة وقسر مباراتين إثيوبيا وكوريا في كوريا وسجل هدفين واستقبل 6 أهداف وانتهت رحلة إيهاب جلال ثم روي فيتوريا روي فيتوريا لعب 18 واحد روي فيتوريا لم يسبق له تدريب أي منتخب قبل كده دي معلوماتي روي فيتوريا مدرب أندية فالاختيار وقع على أي أساس ما عنديش فكرة يعني خبراته يعني كارلوس كيروش كان عنده تجارب نكحة كتير مع منتخبات أهمها إيران فيتوريا لا عنده خبرة مع منتخبات ولا عنده خبرة مع الكرة الأفريقية أساسا فكان القرار أن نروي فيتوريا هو رجل مرحلة اللي جاي يحضر منتخب مصر لفين لكاس العالم 26 معلش نرجع لأرقام المنتخب مع فيتوريا لعب 18 مباراة 10 رسمي 8 ودي حقق الفوص في 12 تعادل في 5 منهم 4 بس في أمم أفريقيا إحنا لعبنا إحنا لعبنا أربع متشاط في أمم أفريقيا مع منتخبات غير مصنفة اللهم غانا يعني اللي مش في حالتها ما حقناش فوز وهزيمة أو خسارة وحيدة سجله في منتخب سجل 40 هدف استقبل 13 هدف راتب الشهري 200 ألف دولار ونفقات بالتقريب 3 و 6 من 10 مليون دولار والحصيلة الخروج من دول 16 في كاس أمم أفريقيا نتيجة على فكرة بالمناسبة يعني أنا لو بقود المنتخب أنا مش هقولك مدرب من المدربين لدولة الممتاز المصريين سيبك من الأجانب يعني أنا مش هروح لأي اسم أجنبي أنا بكلمك المدربين المصريين بلاش أنا أي مدرب مصري يقدر يحقق النتاج لحقاها فيتوريا في أمم أفريقيا ويمكن كمان يعني أراهن أنه كان ممكن يعمل شغل أحسن من كده طبعا الأربع مطشط إدارة ولا أسوأ طريقة ولا أسوأ اختيارات في البدايات ولا أسوأ تبديلات ولا أسوأ اختيارات للقايمة من الأول خالص ولا أسوأ بصمات داخل الملعب ولا أسوأ يعني فيتوريا الحقيقة إذا كنت بقايمه في البطولة دي أو هدي تقييم لمستوى المنتخب مع فيتوريا في البطولة دي فهو واحد أو اتنين وبقى أنا كده كرم الرجل ده كتير قوي نيجي بقى للقصة بتاعت اختيار فيتوريا وبنود التعاقد طبعا وزير أشرف صبح وزير الشباب ورياضة النهاردة يعني كان ليه تصريحات كتيرة جدا هقف معاها بس خلي تصريحات دكتور أشرف مع كابتل أشرف ممضوح ضيفي النهاردة في السادسة لكن أنا أعيز أقف بقى مع التسريبات اللي طلع على عقد روي فيتوريا طبعا الاتجاه داخل اتحاد الكرة إنه شكرا فيتوريا يعني فيه اتجاه إنه الرجل يتوكل على الله طيب شروط التعاقد مع روي فيتوريا وانا هنا عندي سؤال مهم جدا نمر واحد مين اللي ليه صلاحية يعني واحنا بنتفاوض مع روي فيتوريا مين اللي عنده الصلاحية إذا كان الرجل ليه شروط معينة أو إنه إدارة الاتحاد الكرة في مصر ليها بنود معينة عايزة تدرجها داخل بنود التعاقد مين اللي ليه صلاحية في إنه يوافق أو يرفض العقد ده النسخة اللي بتطلع منه قبل ما يتم التوقيع النهائي عليها من الطرفين من المدرب أو مدير الفني ومن اتحاد الكرة مين اللي ليه صلاحية في إنه يوافق على بنود هذا التعاقد هل فيه شخص منفرداً له الأحقية في الموافقة أو الرفض ولا هو قرار مجلس إدارة دي نقطة احنا محتاجين نعرفها لأن بنود التعاقد مع روي فيتوريا الحقيقة فيها خلل كبير جداً جداً وفيها من وجهة نظري أنا وفي تأديري دي وجهة نظر شخصية إهدار شديد وكبير جداً للمال العام يعني لما أجي أقول أنه أنا بعد طبعاً أنت بتكلم على أغلى مدير فني في بطولة أفريقيا ما فيش مدير فني على مستوى القرى أندية منتخبات بياخد الرقم اللي بياخده فيتوريا وأعتقد أنه هيرفي رينار أنا بشوف أنه هيرفي رينار هو أفضل مدرب يشتغل في أفريقيا في العشرة السنين الأخيرة أندية ومنتخبات وأعتقد أنه هيرفي رينار نفسه ما وصلتش للرقم ده وتعالا نشوف المدربين اللي نجحوا مع فرق لم تكن مصنفة أو مرشحة في البطولة وبمناسبة أغلبهم محليين يعني أليو سي سي مع سنغال آه خرج من البطولة لكنه هاخد اللقب اللي قبله ووصل كاس عالم ريكراكي مع المغرب بلسه بنفس على البطولة أعتقد هو مرشح أول دلوقتي وتيجي من بعده نيجيريا ونجح في كاس العالم مش بس في الوصول ده وصل مربع دهبي وخد رابع عالم أعظم إنجاز المنتخب في أفريقيا وغيرهم كتير من المديرين الفنيين المحليين كاب فردي مدير فني محلي كونغو الديمقراطية كود ديفور نفسها في البطولة رغم الإخفاقات في الدور التمهيدي وكل قال لك كود ديفور استنت للدقائل الأخيرة عشان تضمن التأهل وتأهلت كأحسن توالد وأقالوا مدير الفني أثناء البطولة اللي هم بيصدفوها وخلوا المساعدة يكمل مشوار وقدر مبارح يكسب السنغال ويتأهل دور التماني فما فيش حد ما فيش حد بيتقادة ده بنسبة للرقم بس ده بدء أن يبدأ طب تيجي نشوف بقى شروط إنهاء التعاقد إزاي يعني لو إحنا قررنا إن إحنا ننهي عقد أو التعاقد مع روي فيتوريا ده يتم إزاي أولا في شروط التعاقد بيقولك إيه في خلال 15 يوم بعد انتهاء بطولة أفريقيا يحق للاتحاد للكورة المصري فسق التعاقد مع فيتوريا بشرط خد لك مش شرط بقى إنه يدي له ثلاث شهور من قيمة عقده يعني حاجة تدفع له كامل إحنا لو قررنا النهاردة مع فيتوريا نقول له شكرا مع السلامة إحنا مش هنكمل القصة بتاعتنا اتحاد الكورة يدفع لفيتوريا عداً ونقداً 600 ألف دولار هم صحيح بيتفاوضوا أو كلفوا كابتن حزم إمامي يتكلم مع رجل معلش إحنا نخلص الموضوع ودي وده لما تاخد 600 أخد 300 300 ألف دولار ونتمنى إنه رجل يوافق يعني طيب بعد الخمستاشر يوم طيب لو عدى الخمستاشر يوم إيه اللي يحصل وقرر اتحاد الكورة إنه يفسخ التعاقد روي فيتوريا ياخد ما تبقى لي في مدة عقده بالكامل بالكامل ليه وإزاي ومين دي أسئلة إحنا محتاجين كلنا الحقيقة إنه إحنا نعرف إجابتها على أقل تقدير ده أقل شيء يتقدم للجمهور الكورة في مصر اللي بيصيبوا الإحباط وورا الإحباط وورا الإحباط في وقت إحنا مش محتاجين فيه غير حد بس يرسم على وشوش المصريين ابتسامة مش أكتر ولا فاصل ونرجع لحضراتكم طيب خلييني الأول أخذ لكم يعني تجربة هي جاية بالصدفة الحقيقة مش قصدين بس يعني هي جات على الجرح شوية بصراحة أنجولا نحن نشوف منتخب أنجولا واحد طبعا هو مش من المنتخبات التي تقدر تصنفه كلاس إي في بطولة أفريقيا يعني لا منتخب مرشح دايما لتحقيق اللقب لا منتخب بيشارك باستمرار في كاس العالم لا لأن ده الأنجولية أو موجودة الحقيقة وبتقدم مستوى مرضوط كويس لكنها حتى ما تقدرش توصل لنهاية المشروع لكن تجربة منتخب أنجولا تستدعي أن نقف معها شوية نتكلم على التأهل كأول مجموعة بتضم الجزائر بوركينا فاسو موريتانيا التأهل كأول مجموعة سبع نقاط تعدلوا مع الجزائر واحد واحد كسبوا موريتانيا 3-2 وكسبوا بوركينا فاسو 2-0 بعد كده تخطوا في دور الستاشر نميبيا من نتيجة 3-0 وعندهم مواجهة تكون صعبة جدا مع نيجيريا يوم الجمعة اللي جاية في دور التمانية ومعندهمش المحترفين اللي تقدر تقول يعني يمكن أنجح تجربة أو اللي لفت نظري في منتخب أنجولا في البطولة دي ما بقولوله مهاجم الاتحاد السكندري اللي بتوقع أنه يمكن هيجيله عروض كتيرة جدا تكلم على مهاجم من أبرز مهاجمين أنجولا وأحرص صلة أهداف احنا معنا واحد من نجوم المنتخب الأنجولي كارلوس مانويل ألونسو نجم منتخب أنجولا وكان لعب طبعا محترف سويسرا تحديدا في نادي سيون سويسري هو وضفنا فيه السادسة أبركك طبعا على مش بس التأهل أبركك على الشكل والأداء ومستوى الأداء الرائع والقوي اللي ظهر به منتخب أنجولا في الكان 23 وبرضو طبعا التأهل لدور التمانية أعتقد أنه إنجاز كبير جدا للمنتخب الأنجولي فألف مبروك مساء الخير أنا مبسوط جدا وشكرا على الدعوة أن أكون معاكم النهاردة شكرا جزيرا على الدعوة أنا مبسوط جدا أن أكون معاكم النهاردة على قناة مصرية وبلد كبيرة زي مصر طيب خليني أبدأ معاك لأول أجواء ما قبل البطولة يعني نرجع فلاش باك كده في البداية كانت إيه توقعاتكم أو طموحاتكم في المنتخب الأنجولي وهل كنتم متوقعين المستوى والأداء والنتائج اللي اتحاقت صدارة المجموعة بتضم منتخب كان مرشح لتحقيق اللقب زي الجزائر ثم تخطي دور الستاشر والوصول لدور التمانية هل ده كان متوقع بالنسبة لكم في عنجولة قبل بداية البطولة الحقيقة احنا فريق كبير ولكن ولكن التوقع بيبقى مختلف تماما عن أي عن أي حاجة بتحصل في البطولة وقعية يعني أنت تبقى متوقع شيء وأن يحصل حاجات وقعية في الملعب دي تبقى حاجة تانية ولكن الفريق محترم فريق كبير فريق بيقدي بشكل مناسب للعبين والنجوم اللي موجودة في الفريق عندنا مدرب محترف عندنا مدرب محترف بيعرف يشغل الفريق بالطريقة اللي هو محتاجها بيعرف في الآخر يوصل لنتيجة مهمة جدا نحن نحتاجها وعشان كده طبعا أن كل العالم بيشوف أنجولا بالوضع اللي انتو شايفينه ده بسبب اللعيبة المحترفة وبسبب المدير الفني وطبعا نحن عندنا مباراة كبيرة جدا يوم الجمعة مش هتبقى سهلة زي المبارات اللي فاتت وطبعا نحن هنقدي فيها بطريقة كويسة ولكن احنا ما نضمنش يعني إلا هيحصل يوم الجمعة يعني البطولة الحقيقة أكيد أكيد هتتفق معايا مليانة بالمفاجآت والحقيقة يمكن منها مفاجآت ما كانش ممكن حد أساسا يتوقح قبل بداية البطولة انت تتكلم على خروج فرق ومنتخبات عريقة جدا على مسترقلة الأفريقية نهارده بقت أو أصبحت خارج البطولة أكبرها أهمها حامل اللقب السنغال على قيد كوت ديفوار منتخب مصر خرج منتخب تونس خرج منتخب الجزائر خرج منتخب غانا خرج منتخب الكابرون خرج في الوقت المنتخبات يمكن ما كانش فيه لها حظ في ترشيحات كبيرة جدا قبل البطولة انها تواصل المشوار فبيتهيالي ان الحسابات اختلفت في كرة في أفريقيا والبطولة دي بتأكد انه خريطة الكرة في أفريقيا تغيرت بشكل كبير ده حقيقي ده حقيقي انا طبعا شايف كل المنتخبات الكبيرة اللي خرجت دي ما كانتش مفاجأة لي كنتوا الوحديكم المصر تخرج دي كانت او سنغال او او نيجيريا الموضوع ده الناس كلها مستغربة منه في العالم كله لان احنا كلنا عارفين الفرق الكبيرة او فرقة افريقيا الكبيرة هي مصر مصر دايما كانت بتفاجئ الجميع في كل المنتخبات بتفاجئ المنتخبات كلها ولكن السنة دي النسخة بتاعت السنة دي نسخة مختلفة تماما يعني يعني فيها لعيبة محترفة اكتر في دول زي مصر زي دول اوروبية اللعيبة عندها طموح اكتر اللعيبة اللعيبة بتلعب بشكل كأن هو ده اخر مطش في كل مطش بيخشوه فطبعا بيقدوا بطريقة مختلفة ولكن طبعا هو الحظ في الاول وفي الاخر بيخالف المنتخبات الكبيرة وللأسف الحظ ما كانش مع المنتخبات الكبيرة النسخة دي وعشان كده احنا زعلنين وشايفين ان بعض الفرق الكبيرة بدأت تخرج من البطولة زي السنغال وللأسف ان الفرق الصغيرة هي اللي بتعمل شغل كويس يعني زي انجولا موريتانيا فرق كده يعني ما حدش كان يتخيل ان هيها تكمل في البطولة ولكن الناس دي اشتغلت على نفسها كويس جدا وبالتالي احنا مكملين في البطولة هو الحقيقة مفيش للأسف يعني الحقيقة في النهاية الكرة اللي بيجيد واللي بيجتهد واعتقد انه النتائج كلها كانت منصفة يعني مفيش حد تغضر به او مفيش حد خرج كان يستحق انه يستمر او انه استمر في المنافسة وكان يستحق انه يخرج بدري بدري الحقيقة كل المنتخبات اللي وصلت المشوار قدمت عروض في منطقة القوة ومحطتش وبين قصين كده انا عايز اتكلم معك في الجزء دي محطتش اي اعتبار لفكرة الاسماء او التاريخ او المحترفين او الاندية الكل اشتغل على امكانياته واللي نجح في انه يقدم افضل ما عنده هو اللي قدر يواصل للمشوار بالطبع بالطبع انجولا هي فريق كبير طبعا وانجولا بتحترم جميع الفرق اذا كانت كبيرة او اذا كانت فرق صغيرة زي ما انا بتقول ولكن الفرق الكبيرة زي مصر زي سنغال زي نيجيريا الفرق دي احنا دايما بنحترمها سواء احنا بنلعب في البطولة سواء احنا ما كناش بنلعب في البطولة احنا حقيقي بنحترم الفرق دي واحنا بنقول عليهم فرق كبيرة طبعا بكامل احترامي ان انت بتقول ان الفرق ما فيش حاجة اسمها كبيرة وصغيرة في فرق عايزة تكمل ولكن احنا دايما لما بنيجي نلعب او لما كنا بنلعب حتى وانا في الملعب كان دايما مصر ليها هبة وليها خوف خاص لجميع الفرق الافريكية مصر دايما بنحترمها الفرق فيها لعيبة محترفة كتير بيلعبوا كورة محترمة فرق فيها لعيبة محترفة زي محمد صلاح فرق زي السنغال فيها ساديو ماني ولكن طبعا الحظ خانهم في البطولة النسخة عشرين اربع وعشرين احنا بنأمل دايما ان احنا نقدي بشكل كويس سواء في النسخة دي او سواء اي نسخة اخرى ولكن الحظ معانا المراضي كويس جدا وفي الحال انجولا بتحاول تظهر للعالم كله انه زي ما انت قلت كده بالظبط انه ما فيش كبير وفي صغير في حد عايزي كم هاجل بقيت مشوار البطولة وهاجل مطش نيجيريا بس انا عايز ألك برضو واحدة من الملاحظات اللي كانت واضحة جدا في البطولة دي هي فكرة استعانت عدد كبير من المنتخبات الافريقية بلعبين افرقى من موليد اوروبا اعتقد انه ده برضو واحد من العناصر الجدت او استجدت على الكرة الافريقية وزهمت فيه تطوير مستويات عدد كبير عدد مش قليل يعني من المنتخبات الافريقية زي مثلا على سبيل المسال كاب فردي وعايز عرف انتو في انجولا في المنتخب الانجولي هل برضو ضمتهم او بيضم عناصر من موليد اوروبا اصول انجولية ولكنهم اتولدوا وبدأوا مشوارهم في الكرة في اوروبا تمام بالفعل طبعا هو ده الفرق الكبير اللي حاصل الكرة الاوروبية مختلفة تماما عن الكرة الافريقية طبعا العالم كله عارف ان اوروبا عندها احسن اللعيبة واحسن الانديات وبالفعل اي لعيب بيلعب هناك بيرجع بطريقة وفكر مختلف تماما بيرجع بطريقة لعب اوروبية وطبعا ده بيبان في الملعب وسط اللعيبة وسط زميله طبعا اللعيبة الاوروبيين دايما او اللي بيلعب في اوروبا بيرجع بطريقة هجومية اكتر بيرجع بطريقة اسرى عايز عايز يحقق حاجة مش بس عشان خاطر البطولة اللي هو بيلعب فيها مع فريقه الافريكي ولكن عشان لما يرجع فريقه تاني الاوروبي يعرف يخلي المدير الفني مقتنع به وما يكونش انه هو اثر على مجهود اللي عامله في اوروبا ودلوقتي انجولا عندها اربع لعيبة بيلعبوا في اوروبا بيلعبوا في اربع فرق او اربع اندييات اوروبية طبعا انا مش بتكلم على محترفين لانه كل منتخبات افريقيا طول عمرها بتعتمد على المحترفين لكن انا بتكلم على اللعيبة اللي من اصول انجولاية وتولدوا وتأسسوا وبدأوا مشوارهم يعني ما بتدوش المشوار في الانديا الانجولاية ابتدوا في اوروبا او في انديا اوروبية ومع اكتمال التجربة استدعاهم المنتخب عشان يلعبوا باسم انجولا طبعا عندنا لعيبة كتير انه هما اصول انجولاية وزي كاب فردي طبعا عندنا طبعا زي كاب فردي في ناس في لعيبة كتير اللي تولدوا برا في اوروبا ولكن هما ليهم اصول من كاب فردي انجولا نفس الكلام عندنا طبعا لعيبة كتير من غير ما سمي حد فيهم برضو هما لهم أصول أنجولية ولكن طبعا هم تولدوا في أوروبا وحاليا هم بيلعبوا في فرق أوروبية وبيرجعوا للمنتخب الأنجولي وبيقادوا بشكل كويس جدا طيب عايزة أكلمك كمان على مابولولو بأنه يلعب في الدولي المصري ومتقلق الحقيقة هو هداف الدولي المصري ومتقلق في بطولة أفريقيا مع أنجولا توقعتك لي رأيك في مستوى شايف إزاي ممكن يكون مشواره بعد البطولة الأفريقية هل تتوقع أنه أنا عارف أنه في عروض كتير جات لنادي الاتحاد فيما يتعلق بمابولولو واحد من الهدفين المميزين اللي احنا شفناهم في السنوات الأخيرة لكن انت شايف مردوده مع المنتخب ايه وشايف الأفضل لمستقبل مابولولو ايه بعد البطولة مابولولو هو لعيب مكار جدا بطريقة كوميدية بيلعب بشكل محترف طبعا لعبه في الاتحاد السكنداري ما بيبانش زي الفرقة بتاعة أنجولا ولكن طبعا الاتحاد السكنداري عامل شغل كويس جدا مع لعيب زي مابولولو وطبعا هو مهم جدا وأنا شايف أنه طبعا هيجي له عروض كتير جدا الأيام اللي جاية دي وطبعا مصر بلد كبير وفيها أندية كبيرة جدا محترمة ولكن دايما كل اللعيبة سواء النهاردة سواء أمس سواء أي يوم تاني بتحلم أنها تبقى دايما في أوروبا مع خروج المنتخبات الكبيرة عدد كبير من المنتخبات المرشحة خرجت لم يتبقى سواء نيجيريا المغرب أو جنوب أفريقيا وأعتقد كوديفور البلد اللي بتصديف البطولة أعتقد أن فرص بقية الأسماء كلها أصبحت متساوية توقعاتك للنهاية وتوقعاتك لمباراة أو مواجهة نيجيريا وأنجولا الجمعة المقبلة بالفعل أن الفرق اللي موجودة دلوقتي بتنافس بشكل مختلف تماما طبعا هنتكلم عن الماطش اللي جاي بتاع نيجيريا ماطش صعب مش هيبقى سهل زي أي ماطش إحنا لعبناه طبعا أنجولا هتبقى محضرة نفسها بشكل كويس جدا هتقدب أحسن شكل عندها لأنه ده أهم ماطش أنا شايفه من وجهة نظري هيبقى ما بين أنجولا ونيجيريا وأنا حاسس إن إحنا هنكسب الماطش ده ولكن المغرب المغرب كمان فريق قوي بس هي كمان عندها صعوبة شوية فلازم لسه هتلاقي كاب فيردي ولازم تعدي وكذا فأنا شايف أن أنجولا هي الأوضح والأحسن وفرصتها أحسن كل التوفيق للمنتخب الأنجولي وإذا كان فيه تواصل بينك وبين نجوم أنجولا السابقين يعني كنا بنفرح بيهم وبنحبهم جدا وما زلنا الحقيقة منتذكرين أو جمهور الأهلي كله متذكر أسمائهم أمادو فلافي وجيلبرتو فيعني رسالة مني ليهم باسم جميعنا دي الأهلي كل التحية التقدير والاحترام ليهم بشكرك شكرا جزيلا كارلوس مانويل ألانسو نجم طبعا منتخب أنجولا السابق ونجم فريق سيون السويسري هو كان دفنا النهاردة في ألسا ديس تعالوا بقى نشوف مين اللي فاضل ومين اللي مكمل مشوار نعرض عندنا موجاتين مهمين جدا مالي هتلعب مع بوركينا فاسو وبعد كده طبعا مواجهة نارية بين جنوب أفريقيا والمغرب الناحية دي بقت ضرب نار يعني الناحية اللي هناك دي بقت ضرب نار لكن مع تحديد النهاردة الطرفين الأخيرين من دور التمانية تعالوا نبص معاكم بس بعد الفاصل على شكل وفرص الفرق المتبقية اللي وصلت المشوار في كان 23 كل دا في السادسة بعد الفاصل حكمنا هم اللي مكملين في البطولة وبتهيال يعني انه فيه شبه اجماع انه هم مقدمين مستوى كويس جدا نتمنى بقى نتمنى انه هو ينعكس على يعني مستوىهم في المسابقات المحلية خلينا نبدأ كلامي بانه فيه فرق كبير جدا بين الإدارة اللي عندها رؤية وحتى قدام عنيها أهداف يعني قصيرة المدى وأهداف بعيدة المدى وعرفة تخطط وتحدد آليات معينة عشان توصل لأهداف دي وما بين فكر ممكن يكون قايم على الاجتهاد وهحط الانقصين كده كلمة العشوائي خد بالك يعني عشان اقول الكلام ده ببقى مفهوم أو مشروح بلغة بسيطة جدا الترمومتر اللي موجودة عند الجمهور ما بيجذبش يعني ايه يعني حضرتك مثلا لما بتبقى داخل على مطش لمنتخب مصر الكورتليات مع اي منتخب في العالم بما فيهم أبطال العالم بتبقى داخل وعندك احساس قبل المطش ما يبدأ انه احنا نقدر انت واثق انه اللعيبة دي مستوى هي أهلة انها تنفس الكبار والدليل نجاح مصر على مستوى المنتخبات الكبيرة ومنتخبات صورة انت عندك منتخب يد بطل عالم عندك منتخب يد مقرب ان يكسر احتكار تونس او صدارة تونس لارقامها الافريقية وربع عالم وانت بتواجه اي منتخب انت داخل كده وقعد وصقها ملياك انه احنا نقدر نكسب المطش ده اين كان مين المنافس وبينك انت تخش مباراة تانية للمنتخب تاني وانت انا اسف في اللفظ يعني ركبك بتخبط في بعض او بتقول بينك وبين نفسك ربنا يسر هنعمل اين نهاردة ده نتاج الفارق بين منظومة بتدير بشكل محترف وبين منظومة شغالة شوية بالفهلو اللي حصل مش جديد بل يمكن اقول ان احنا متعودين عليه لكن هل ممكن المراضي بجد يبقى فيه دروس مستفادة هل ممكن المراضي ان احنا نفكر برا الصندوق هل ممكن المراضي ان احنا ناخد طريق مختلف عن كل الطرق اللي مش هتهالنا او مشينا فيها مع الادارات المختلفة لكورة القدم المصرية ده سؤال ما اعتقدش ان انا املك الاجابة عليه وما اعتقدش كمان انه ضيفي الكابتل كبير النجم الكبير اشرف ممضوح ياملك الاجابة عليه لكن تعالوا نقيم كده ونشوف ايه اللي ممكن تكون العبر او الدروس اللي نقدر نبني عليها مستقبل افضل لكورة القدم المصرية فيما هو قادم من احداث مساء خيري اشرف وهارد لك طبعا الخروج خروج قاسي جدا يعني انا عنديش منع في الخروج لكن الخروج لما يكون انك انت عامل اللي عليك القاب كتير جدا بتخسرها مصر او بيخسرها النادي الاهلي ببقى حاسس انه ليس في الامكان افضل من مكان لكن المرة دي كان فيه قسوة شوية في خروج منتخب مصر من طولة افريقيا صحيح يعني مساء الخير طبعا يا احمد وسعيد موجود معاك يعني خليني الاول اعزي نفسي وكل جماهير الكرة في مصر وفي طبعا وفاة الاستاذ العنبي فاروق رحمة الله عليه يعني ربنا يرحب صديق عزيز جدا ويجعل نسويا يعني واحد من القلائل المحترمين اللي ربنا ادهم حب الناس دي الساعة بتقولك فيه حالة اجماع غير طبيعي مش بس جوال اهلي غير طبيعي يعني الراجل ده الحقيقة كان مقربتش منه قوي قبلته في مناسبات قليلة وطرفت بس يعني انت بتقدر تلمس او انا بتقدر تقيم طبعا بتقدر تلمس انه قدقي الراجل طبعا اللي بره النادي الاهلي او بره عائلة النادي الاهلي مش جماهيريا بيكلم اصلة النادي الاهلي يعرف قدقي الراجل ده محبوب ومحل تقدير واحترام الجميع بيبقى فيه اوقات منافسات بيبقى فيه شوية خلافات لكن الكل الحقيقة بيجمع على حب وعلى شخصيته واحترام على تقديره طبعا يعني رحمة الله عليه ونعزي انفسنا يعني مش الاسد يشام العامري لكن كلنا الحقيقة حزان عليه وكيان الاهلي كله فقط طيبة كبيرة جدا طبعا يعني رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته يا رب اللهم يعني الحقيقة كلام مهم جدا اللي بتكلم فيه يا احمد لانه احنا عنده كل اخفاق بيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا بيبقى عندنا مشكلة المسكنات اللي دايما هي بتأخرنا الوراء ما بتجبناش خطوة لقدام ابدا يعني احنا من 2010 لغاية النهاردة تقريبا 14 سنة نفيش اي خطوة تقدمناها لقدام في اي مجال في كرة القدم سواء على مستوى قطعات الناشئين او المنتخب الولمبي او الشباب او طبعا على مستوى منتخب مصر الاول في اي شيء والحقيقة ان كل اخفاق بيودينا لفكرة مين يرحل من يرحل يعني يعني اتحاد الكورية يرحل طب المدير الفني هو اللي يرحل طب المشكلة او العباء اللي دايما المفروض الجمهور هو اللي يرحل يعني الجمهور يرحل يعني المشكلة المشكلة في في شماعة دايما طبعا انا حاسس الناس الناس طوب ما هماشي يتقابلني عارفك ان انا رئيس اتحاد الكورية طبعا ينفع كده ينفع كده ليه كده يعني الناس فيه غضب جماهيري غير طبيعي يعني الناس كانت متخيلة أن فعلا وده حقيقي يعني خلنا متفقين جميعا واعتقد أن جمهور المصر متفق معنا أن عندنا مجموعة من اللاعبين تستحق أنها يعني توصل لأبعد من كده في البطولة قبل البطولة ما تبدأ هنا على نفس الكرسي ده في نفس المكان ده قلت أن أنا برشح منتخب مصر لتحقيق اللقم لأسباب كتيرة جدا مش حبا ولا انتمعا بس لبلدي لكن أنا بشوف أنه جيل ده واصل لدرجة أنه نقدر نقرنه بجيل السلسية 2006-2002 إن لم يكن أنا أسف يعني تختلف أو تتفق معي ممكن يكون رقميا أفضل كنت بتقرن لعيبة محليين عندك لعيبة النادي الأهلي بحق إنجازات أفضل من جيل 2010 كنت بتكلم عن لعيبة محترفين عندنا لعيبة محترفين على مستوى القيمة وعلى مستوى التنفسية وعلى مستوى أسماء الأندية وعلى مستوى الأرقام أفضل من جيل 2010 ورغم كده المتفق معك تماما لكن أنت برضو لازم تقف ودايما عند كل إخفاق وأنا للأسف الشديد فيه موقف كتيرة جدا لمنتخب مصر يعني كنت أنا وإنت في حلقات كتيرة مع بعض وتكلمنا أنه لازم نبتدي طريق الإصلاح إحنا ما عندناش ما عندناش مشروع نشتغل عليه ودي المشكلة إحنا بس بندايما بنحط شماعات وأسباب وهمية ومسكنات تمشي بها المرحلة دي اللي هو رحيل المدير الفني رحيل اتحاد الكورة هندور مين عمل عقد إيه علشان الغرامة للمدير الفني الأسباب الوهية اللي دايما بتديلك بتعملك مشاكل بعد كده في طريق الإصلاح أنت بتعملش حاجة أنت ما بتخدش خطوة أنت بتدي مسكنات أنت بتهدي الناس وده أنت بتشغل حد الفطور أحمد أنت بقى لك سنين بتتكلم مظبوط بقى لك سنين وأنا وغيرنا كتير جدا بيتكلم في يا جماعة نبتدي نبتدي نعمل مشروع لمنتخبات مصر على الأقل بعيدا عن الأندية عشان نقدر يبقى عندنا منتخبات قوية خلي بالك للتحدي بعيدا عن الأسماء اللي موجودة فيه خلينا نقول أنه فشل بكل معاني الكلمة يعني أنت على مستوى منتخبات الشباب على مستوى منتخب اللي هو 2016 على منتخب الأولمبي على منتخب مصر كله فشل فيه التهايه اللي هم أفريقيا والوصول للمنصات التتويق فأنت فشلت في كل الأعمار السنية وصولا للمنتخب القووي الأولمبي بس وصيف أفريقيا ووصل لهاي لعب أولمبياد باريس يعني ده الإنجاز الوحيد مؤخرا وده مؤخرا ومش عايز أقول أنه عن طريق الصدفة مش عن طريق تخطيط أو مشروع أنت عملته فبقى عندك منتخب قووي احنا دايما بنكلم عن منتخب الأولمبي أنه منتخب جيد وممكن بأنواة جيدة لمنتخب القووي طيب يعني بس معك من شوية كنت بتتكلم على نموذج لمنتخب مصر لكرة اليد طبعا حاجة مشرفة جدا جدا لأنه بيشتغل بفكر وإدارة جيدة بتقدر تخطط لسنوات عشان تقدر تصل لي منصات التتويج وتكون دايما موجودة مش بس بتاخد بطولة وخلاص بتحققها ومش بس جيل أجيال انجاز ويجيل اللي بعده تلاقي الدنيا قصة وانتهت لا الاستقرار ده خد بقى كنت بكامل على لعبها ما هي الشعبية وما هيش جامعة على قل وما فيهاش لا مردود الشهرة ولا النجاح ولا المقابل المادي طبعا اللي بيحققه مثلا اللي عيبت الكرة في فاس صحيح ومع ذلك ماشين هو ده هو ده انت بتخطط بتدرس علم الإدارة يعني حاجة في كرة القدم هو اللي بيحقق دايما النجاحات والاستمرار في النجاح ده زي ما يتكلم عن منظومة النادي الأهلي وده مقارنة مش عايز الناس تزعل منها لكن انت عندك نموذج نجح نموذج نجح فيه ازاي تخطط يبقى عندك مشروع يبقى عندك علم في الإدارة بتدرس ده علشان تقدر تخطط لمستقبل فريق النادي الأهلي علشان تفضل موجود في منصات التتويق باستمرار وإلا هتبقى بتحقق بطولة وبتخسر عشرة صحيح تزبوط طيب لازم نبص مع طبعا مشروع منتخب مصر لكرة اليد للمنتخبات أو البلاد اللي احنا شفناها الفترة الأخيرة نجحت ازاي وصلت وابتدت تعلى عننا بمراحل في تطوير كرة القدم زي منتخب زي الاتحاد المغربي زي الاتحاد السنغالي شايف موريتانيا وجنبيا بركينا فاسور كونغو كل المنتخبات دي ابتدت كابفيردي كابفيردي مالي منتخبات ابتدت تفرق عننا فنيا وابتدت 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 كونغو ده من سنين يعني بعيد جدا لكن خليني أخذ نموذجين يعني هتكلم على الاتحاد السنغالي وهتكلم عن الاتحاد المغربي لأن ده واضح جدا والاتنين القيادة وطنية القيادة وطنية يعني المدير فني وليد ريكراكي في المغرب وانيوسي سيف أنا عايز أكلمك على مثلا الاتحاد السنغالي أنا فجئني شوف علشان توصل لازم تدرس وتذاكر يعني أنا قبل ما جيلك هنا أنا بذاكر بقرأ وبشوف وبتابع لأنك لازم تعرف أنت وصلت فين وتقف وبعدين تشوف مستقبلك فين مشروع إزاي عشان تقدر تكمل عشان تقدر توصل لأفضل مكان طيب الاتحاد السنغالي عمل إيه؟ من 2009 مثلا تقريبا أو 2010 مناسبة للمعرفشة فقالينا هايلايت حاجة بس عشرة يعني أوقي الدوق على حاجة منتخب السنغال أول مرة يفوز ببطولة أفريقيا هي النسخة الأخيرة اللي في الكاميرا صحيح ورغم أنه أنا هقول لك ليه؟ رغم أنه لا أنا عايز أقول لك أنه السنغال طول عمرها عندها لعيبة على العالم مستوى صحيح وبيلعبوا في فقندية كبيرة جدا في أوروبا صحيح وبيوصلوا كاس العالم وبيعملوا نتايا كويسة جدا منتخب طول عمره يعني منتخب قوي صحيح أول لقب يحققوه هو السنة اللي فاتت تحت أو النسخ اللي فاتت 21 وفيه في 23 كمان منتخب الشباب اللي حصل على البطولة ها منتخب الأول هقول لك ليه؟ هقول لستاذ المشاهدين ليه؟ الناس دي اشتغلت كده في 2009 تقريبا أو 2010 فقدوا كل البطولات وحتى التأهل لكل البطولات أي كان فيه وقفة ولا يخف على الناس أعتقد الناس المتابعة بشكل جيد أن رئيس الاتحاد السنغالي اللي هو سينجور وعايز أقول بس أنه بعض المعلومات عنه أنه كان عضو في حزب رولي السنغالي عمدة مدينة جوريا في داكار في السنغال رئيس نادي دوربي عضو في اللجنة المنظمة لهيكلة الكورة في السنغال رئيس الاتحاد السنغالي وأخيرا عضو لجنة تظلمات بالاتحاد الإفريقي الراجل دا ليه بتكلم عنه لأنه من أهم الكوادر الإدارية النكحة دايما أنا بقول طالما ما بتدرس إدارة وعندك بتشتغل بعلم الإدارة دا يبقى أنت إنسان ناجح لأنك بيبقى عندك مشروع وعندك تخطيط للمستقبل بشكل دائم طيب الاتحاد السنغالي يعمل ايه بعد كل في 2009 بعد ما فقد كل التأهل لكل البطولات وإيف وقال الراجل دا يا جماعة في السنغال وزارة الرياضة في السنغال أو المسؤولين عن الرياضة في السنغال إحنا لازم نقف ونقول للجمهور ونصريحهم وديه نقطة اللي بيتغيب عننا يا أحمد دايما إنك أنا أقف أكون صريح مع الناس وأحدد أنا عايز إيه وما خافش ويبقى أبقى صريح في كل حاجة علشان الناس تتحمل دا جمهور المصري دايما بيصدم بمعنى إنه بيكون عندي حقيقة وبالتالي إنت مبقاش عندك مصرحة في الأمور ودايما بتصدم في دايما الراجل دا قال أنا يا جماعة أنا هبتدي من 2013 تقريبا ل2017 مشروع بقى على أربع سنوات كل 12 سنة أربع سنين هبتدي أهل منتخباتي بحيث إنه يكون عندي تأهل لكل البطولات يعني أنا هعمل مشروع من النهارده من 2013 ل2017 هبتدي أهل في كل الفرق إنها تتأهل لكل البطولات بعد كده مش عايز نتايك أنا هتأهل فقط من 2017 إلى 2021 هبتدي عندي تميز وتطوير في الأداء وهقولك إزاي ومن خلاله هحقق بعض النتايك بعض النتايك ما وعدش بإنه يحقق نتايك من 2021 إلى 2025 أعتقد إنه حصل على بطولة أمم أفريقيا انتخب الأول في السنغال وصل لكاس عالم مرتين في 2022 في قطر وقبلها في 2018 بطولة الشباب في المنتخب السنغالي هنا في مصر حصل عليها حتى اللعبات الأخرى زي الكرة الشاطئية وكرة النسائية كان فيها تطوير بشكل كبير جدا الراجل دا عمل إيه؟ الراجل دا قال أنا لازم يكون عندي تطوير للمدربين ودي مشكلة كبيرة جدا جدا عندنا هنا في مصر إحنا يعني عايز أقول لفظ دارك لكن كل من هب ودب في مصر هنا بيشتغل مدرب بدون رخص بدون سي فيه بدون دراسة بدون علم مش هتكلم طبعا على الناس اللي بتدرسوا بتحاول أنها تكتهد لكن أنت كالتحاد مصري وكرة القدم بتشتغل على دا أنت بتطور مدربينك طبعا للسنغال من 2013 للنهاردة بقى عنده 24 مدرب رخصة 240 مدرب رخصة 400 مدرب رخصة 800 مدرب رخصة C A, B, C, D تمام تطوير المدربين وتطوير البنية التحتية في السنغال قدر من خلالها أنه حق أن أنا ما عنديش مدير فني أجنبي في السنغال أنا كل المدربين اللي عندي مدربين مؤهلين علميا وإداريا وفنيا وسايكولوجيا بقى كل من خلال الأكاديميات اللي موجودة في السنغال السنغال بتتميز عندها أفضل أكاديمية تشاف مواعب صحيح وتصدير خد بالك تتكلم على أنها السنغالية مش موجودة تقريبا على خريط التكورة في أفريقيا يعني افتكر كده آخر نادي مصري قابل نادي سنغالي أو آخر نادي سنغالي نفس على بطولة أفريقية كونفيدرالية كانت أو أو تشامبيونز ليج تقريبا ما فيش لكن على مستوى كواليتي لعيبة السنغال وعلى مستوى تصدير المواهب لأوروبا وتطوير مستواهم لا السنغال دولة متخضرية من خلال تأهلهم كمان في فرنسا وبعض الدول يعني أنت بتستعين بالخبرات الكبيرة جدا جدا في العالم في تطوير مدربينك والقاعدة الكبيرة جدا من المدربين وكمان تطوير البنية التحتية عندك ومراكز التدريب والملاعب فأصبح عندك مشروع بتشتغل عليه إدارة لتنجح يعني أنت بتقوله ده وانت بتقوله كده يعني وتستوصل في النموذج السنغالي على طول من غير ما فكر ومن غير ما اجتهد جي في الدماغي هتقول لنموذج دكتور حسن مصطفى يعني وفكرة زيته دير يعني أنا تكلمت ده معك في الأول وقلت لك النموذج اللي انت طرحته في كرة الليل لكن خلينا أسألك بطريقة تانية عشان برضو ما حملتش مجلس دارة اتحاد الكرة الحالي مش يلش الشيلة الواحدة يعني 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 أصد أقول يعني مش شيل الشيلة رحل اتحاد الكرة المصري هم لن يرحل دكتور أشرف صبح النهاردة بيكلم سرح هليكمل لغاية مدتهم هتخلص والانتخابات هتبقى بعد أوريمبياد فاريس في شهر يوليو اللي جاي لكن بصرف النظر يعني هي مش خصت أسماء مش خصت بقاء أو رحيل اتحاد الكرة ده لكن أنا بكلم على منظومة توالت على مسئولياتها أو على إدارتها أسماء كتير جد هل شفت في فترة مفاترات إنه في حد تبنى المشروع ده شفت ملامح للمشروع ده أنا ليه بقولك ده لإني عندي اسم من ضمن الأسماء اللي كانت موجودة في الاتحاد المصر كرة خدم مؤخراً أو الفترة الأخيرة في العشرين سنة اللي فاتوا تقريباً أو خمسة وعشرين سنة اللي فاتوا يعني هقولك عليه في نهاية كلامي كنت شايف إنه ممكن يعمل النموذج ده إنه ياخد مصر من المرحلة دي لمرحلة كبيرة جداً ومهمة جداً لأن مصر فيها مواهب أنا شايف من وجهة نظري مواهب مهمة وكبيرة جداً جداً أفضل من منتخبات كتيرة جداً في أفريقيا تقدر توصل بها للعالمية مش بس زي منتخبات مغرب النهار ده منشوفه ربك أسعى منتخب المغرب معتمد على القوامه الأساسي على اللعيبة اللي تولدت في أوروبا يعني هو منتخب أوروبي أنا معين هو صحيح أصول مغربية لكن في النهاية وبيلعب باسم المغرب صحيح لكن في النهاية لكن ما تقدرش تنكر النموذج المحترم اللي عمله فوزي الأقطع في المغرب طبعاً التطوير الكبير جداً جداً ما إحنا اتفقنا أنها منظومة هي مش خلصة مواهب طبعاً إحنا طول عمرنا على فكرة بالمناسبة أفريقيا فيها عتولة المحترفين برا يعني الخمس ألقاب الأخرانيين أنا مع 57 و 59 ما شفتهمش فيديو حتى وكان في النهاية ثلاث دول بلعبوا أعتقد مصر وإثيوبيا والسودان تقريباً لكن النسخ الكبيرة نسخ الحديثة يعني من البطولة 86 قاهرة 98 بوركين فأسو 86 قاهرة وأعتقد غانا والكاميرون تقريباً أو كاميرون وغانا كل دول كانت مصر بتواجه وحوش أفريقي اللي بيلعبوا في أندية برة وعلى أعلى مستوى ومنلعب بمنتخب قوامه الأساسي من المحليين ومع ذلك كانت السيطرة لنا وكانت تفوق لنا صحيح ما استغلناش ده يعني خلالنا نتفق أنت ما استغلتش ده بشكل كبير استغلت وفتحي بطولات لكن ما بعد ده في الـ 14-15 سنة اللي ما بعد الإنجاز ده الكبير ده ما قادرتش تستغل ده في تطوير في تطوير ده طيب أنا معلش عشان لأنه طبعا مش هكتب روشيتة أو هشخص الحالة حالة تحتاج حلقات وحلقات لكن خلينا ناخد نقطة نقطة لأنه بالتأكيد المدرب أو العناصر المحلية في التدريب جزء من المشكلة لكنها مش كل المشكلة أشرف المنظومة كلها فيها حاجات كتيرة محتاجة أنها تتصلح المسابقات المحلية الضعيفة محتاجة أنها تتصلح أنا كنت بقول في أبداية الحلقة أنه لو شلت الأهلي أو أنه لو الأهلي بقى جزء من المنظومة بيدار بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة كنا النهاردة يعني صوان عزاء للكرة المصرية يعني كانت الكرة المصرية بقيتش موجودة على الخريطة خارج صحيح فبالتالي أنت عندك مشكلة في غياب الجماهير عندك مشكلة في غياب الأندية الشعبية والجماهيرية عندك مشكلة في التنافسية عندك مشكلة في جودة المحترفين اللي بيلعبوا في الدولة المصري إحنا مئة وسبعة محترف في شمينهم مجرى عشر دوليين تقريبا عندك مشاكل كتيرة جدا في المنظومة عندك مشكلة إلى حد ما في التحكيم كل عناصر المنظومة محتاجة ثورة محتاجة ثورة تصحيح خلينا نرجع نكمل كلامنا ونسمع بقية العناصر طب إذا كان المدرب المحلي مشكلة تفريخ المواهب مشكلة تانية لكن بقية المنظومة أخبارها إيه خلينا نروح لفاصل السريع وارجع أكمل كلامي مع كابتن أشرف ممدور طبعا دي أرقام وبقت جزء من المعادلة شئة ما بيت بكلمة طبعا أوروبا صعب أن أنا يعني أقارن نفسي بأوروبا أو أقارن أي حتى أي دولة في العالم حتى اللي عندها إمكانيات مالية ضخمة جدا يعني نبص بسا عن إمكانيات الدوري السعودي المالية هتلاقي أن في أرقام ما بتصرفهاش أكبر عندها في أوروبا لكن في النهاية القصة مش قصة إمكانيات بس فكر وإدارة ومنهج الناس بتشتغل عليه في كل حاجة من أول التغذية للتدريب للعلاج والاستشفى للمدربين للملاعب للإضاءة للنقل والبث التليفزيوني للتحكيم وللجماهير كلها منظومة مرتبطة ببعضها حاجة كده زي أنت عارفين سلسل التوريد الشركات المالتي ناشنال بشغل بحاجة اسمها سابلاي تشين من أول المادة الخام لغاية لما تمر بقى بعملية الشحن والتوزيع ولغاية لما توصل للمخازن كل البروزيس دي أي مشكلة فيهم تأثر في النهاية على جودة المنتج وسعر المنتج النهاية هي هي نفس القصة في كورة القادة أي خلل في أي جزء من المنظومة دي يأثر على الجودة ويأثر على المنتج النهاية معاك طبعا المدرب عامل أساسي مدرب في مصر من أغلب المدربين اللي بقابلهم على الهواء أو حتى يعني برا الهواء يعني يعني بيشتكوا بيشتكوا مور الشكوى الحقيقة يعني ما فيش أي دعم اللي بيتقدم من المدرب المصري يعني فيش أي حاجة بتتعامل لتطوير المستوى بتاع المدربين المصريين حتى حالتها اللي أنت تكلمت عليها بتحاول تشتغل أو بتكتهد دي محاولات فردية لكن بالتأكيد مش ده مش ده السعب الرئيسي ده جزء من الأسباب عشر طبعا يعني أنا بكلمك على بس حاجة من أهم الأساسيات اللي موجودة لأن ده اللي بيعلم ويطور البنية الأساسية عندك وهي الولاد الصغيرين الشباب اللي هيبقوا بعد كده موجودين في منتخباتنا شباب وشيئين وشباب ومنتخبات أغلبية حتى الأكاديميات النهاردة في مصر شغل بشكل خطب طبعا كلها كلها للمصلحة بيزنس خاص مع أنه لو إحنا فكرنا فيها بشكل مختلف هيبقى بيزنس أفضل بكتير جدا من الشكل القبيح للبيزنس اللي بيتعمل ده يعني أنت لو فكرت تعمل أكاديمية زي جنراسيون فوت مثلا ناسا معمولها في السنغال دي أنت مش تخيل كم من الفوائد اللي هترجع عليك فنيا وماليا من اكتشاف مواهب حقيقية وتطوير مستواها وتصدرها وخلي بالك تقريبا يا رأوسة والمتوليين مسؤولية الأكاديميات دي هم لعيب كور لعيب كورة قدامة سواء دوليين أو محليين لكن هم دول ده شغلهم ده الطبيعي يعني ده الطبيعي أن يكون لعب كورة هو المسؤول عن أو أحد لعب كورة ومختصب ده عنده العين الخبيرة بعد التطوير بعد التطوير بعد التأهيل والتطوير زي ما قلت قبل كده سينجور هو العمل ده وطور فكر الناس دي برضو في الاتحاد المغربي أوشين روبرتس هو الويلزي ده هو المسؤول عن كمدير فن الاتحاد المغربي من 2018 مع طبعا نور الدين نايبة النجم المغربي في فكر وتطوير ووضع المشروع للدور المغربي والبنية التحتية وتطوير المدربين وووو خلي بالك تفضلت وقلت يا أحمد دلوقتي أن معظم اللاعبين الموجودين في المنتخب المغربي يعني من خارج المغرب ولكن عشان تقدر تستمر في أنك تفضل موجود بهذا الشكل وهذا الأداء لازم يكون عندك من عندك من المغرب أنت مش هتفضل تجيب من بره صح وبالتالي الناس بتشتغل بالشكل ده عشان كده بقولك أن مثلا بعد أمم أفريقيا 21 في السنغال بعد ما خدوا البطولة دي في خمس أو ست لعبين من الشباب اللي حصلوا على البطولة هنا في مصر اتصعدوا للمنتخب الأول وبيلعبوا بشكل كبير مع المنتخب السنغال هل من رجل ولا لعب تصعد هو ده الفكر أنك تفضل تجدد وتستمر رغم أنه رجل اختار لعيبة إما رجع من إصابة أو رجع من عدم مشاركة ما تلعبش نهائي ومع ذلك مش عشان يلعبوا على فكرة كنت بقول في ساعة لما تبع مش بالضرورة تاخدوا عشان تلعبوا لكن على أقل تدي له فرصة المشاركة من العيبة أكبر منه أنه تحتاجوا في ماتش أو اتنين تكون ضامن فيهم مثلا التآهل فبالتالي ياخد الخبرة بدري بدري وده اللي قولنا عليه في الاختيارات بتاعت فيتوريا وضيف على ده بقى أنه في منهم لعيبة مميزة جدا وتسحق المشاركة جدا وتكلمنا عليهم على فكرة في حلقات مع بعض أنه يعني ليه فيتوريا ماستعانش ببعض اللعبين ليه يعني الفكرة خاصة أنك عندك حوالي 7 أو 8 لعبين فوق الـ 31 و32 سنة يعني بعد كده مش موجودين مع منتخب مصر فأنا ليه ما يبقاش عندي تطوير في ده طيب إحنا كلمنا عن المدربين ودي نقطة من أهم النقاط اللي موجودة لأن في مدربين كتيرة جدا 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 في مصر لا يستحقوا أن يكونوا متوجدين في تطوير ولدنا الصغيرين سواء في الأكاديميات سواء في الأندية سواء في القطاع الاستثماري الكارثة اللي موجودة في الرياضة المصرية في الفترة الأخيرة قطاع الاستثماري اللي هو أدفع ألعب ودي مشكلة كبيرة جدا ومصيبة كبيرة جدا المسابقات ونظامها التسنين والتزوير في قطاعات النشئين خلي بالك إحنا كل مرة وعند كل إخفاق بنتكلم في نفس النقط إحنا بنقف عند نفس النقط لو جبت من عشر سنين بتتكلم يا أحمد هتليك بتتكلم في نفس النقط ما عندناش تطوير في أي نقطة فيهم أنت بس بتعلق شماعات ارحل مدير الفني ارحل بس الصدمة يعني فكرة في غضب امتص الغضب ماشي جهاز الفني شمعة 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 بتعملها بدون أو بت روي فيتوريا من وجهة نظرك يسأت أنا على شم عشان أحب شغير كلامي أنا شفت أن روي فيتوريا قبل البطولة عمل تطوير في شكل الهجومي لمنتخب مصر أنا شفت ده شفت ده في المباريات ومباريات كبيرة زي بلجيكا وزي الجزائر والمباريات كلها اللي خضها أحرص 33 أو 34 هدف في 13 أو 14 مباراة شكل المنتخب هجوميا أفضل من قبل كده وبالتالي لا الراجل عمل ده لكن كان فيه مشكلة كبيرة جدا أن الراجل ما اشتغلش في أفريقيا قبل كده ما عندهوش الخبرات دي فيه ضعف في الشخصية رغم أنه كنت شايف أنه عمل حاجات جيدة فيه أنه متواصل مع المنتخبات الأقل سوى منتخب الأولمبي أو منتخب 2005 كان موجود فيه يعني لو بيب جارديولا ولا كرأ أنشلوتي ولا حد من التقيل دول كانوا اللي ماسك منتخب مصر في البطولة كنت متوقع يعني بقى فيه اختلاف متوقع نحن جئنا اللقب أه بص شوف أنت ممكن تحقق زي ما قلتلك قبل كده ممكن تحقق بطولة مش على وجه الصدفة لكن في الظروف استثنائية لعبة جيدة مدير فني شخصية وكراكتر جبت اللقب جبت اللقب يعني كيروش لو وفرت مع المنتخب كان سهل جدا نجيب لقب النسخة الأخيرة طبعا طبعا لكن هذا معناه أن الأمور تمام لا طبعا مش تمام عشان كده أنت دايما بنقف عند كل مشكلة ونعلق الشماعات بس ونتكلم في مين يرحل ومين يبقى أنا عايز أقولي أنك لازم تطور المنظومة لازم تطور منظومة بالكامل من خطوات ناشئين كل الأندية والخبرات يعني 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 التاريخ الطويل لكورت القدم في مصر ووجود أندية مصرية زي الأهلي وزي الزمالك على يمكن الزمالك باعت شوية لسبب أو لأسباب يعني مش وقت أن نحن نتكلم عليها لكن في النهاية هو نادي ليه تقلو في مستوى القارة عنده تاريخ كبير عنده كوادر الأهلي نفس الحكاية وجود الخبرات والكوادر الكبيرة على مدار التاريخ ما فيش حد نرهن عليه أنا قلت لك هذكر اسم كنت شايف من وجهة نظري وأنا دايما بتكلم في النقطة دي وهو دايما بيزعل مني ودايما بيقول إن أنا دايما بتكلم وانتقد لكن من وجهة نظري الشخصية أنا كنت شايف إنه هو الوحيد اللي كان ممكن يقوم بالدور ده الموانس أنا بريد عنده كل الصفات الشخصية اللي تكلمنا عليها راجل عنده فكر إداري كبير جدا يقدر يطور مركزه في التحاد الدولي وكرئيس التحاد الكرة سابقا علاقاته في مصر شخصية كبيرة جدا مهمة جدا إدارية ما قدرش يعمل ده ليه أنا ما عرفش يعني أنا ما عنديش سبب إنه ما قدرش يطور المنظومة دي زي ما قلنا على فوز الأقشع وزي ما قلنا على سينجور في السنغال وزي ما ما بنتكلم على بعض المنتخبات دلوقتي والاتحادات زي مالي وزي بركينا فاسو وكابفيردي ليه ما قدرش يطور ده هل المنظومة في مصر سوى تولى المسؤولية فترة ما فترات بس ما فترة طويلة معلش ما فترة طويلة شوف أنا 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 دائما بكلم على الشخصيات الإدارية اللي عندها فكر تقدر تطور وبزعل جدا جدا إنه ما قدرش يحقق ده ليه الحقيقة فيها في مشكلة ويمكن ظروف يعني إن مصر بتنظم البطولة وبطولة على أرضها وإنك إنتك تخرج بدلي قدام 2016 برضو ممكن تبقى أنا بكلم في تطوير المنظومة أنا عارف أنا عارف أنا عارف أنت لسه مش بتطوير تقول إنه مع كل نكسة مع كل دروب يحصل مع كل خبطة بيبقى فيه كبش فدر طبعا أنا عدت أنا وأنت دلوقتي كم سبب كتير ده يا سبب كتير ده أنت دخلت في تفاصيل التفاصيل لا أنت عندك مشاكل كبيرة جدا لا أحد يعرض يعني يعني مسابعة المحلية وحدها كرسة كرسة من الكوارث رغم أنك عندك كل مقاومات النجاح يعني مصر وبنية تحتية كبيرة جدا وعظمة افتتاح مصر الاستاد الجديد الاستاد العاصمة أعتقد كام 5-2-90 أو 5-50 ألف متفرج تحفى على ما هي واحد من أفضل استاد على مستوى العالم الاستاد ده بالكباسيتي دي مين هاملا كلم على الجمهور كلم على الجمهور لا انت بتكلم على جيلين تلاتة من بعد جيل 2010 ما بيلعبوش قدام جمهور ما فيش فكرة الضغط أنا لو تفتكر كنت بقول في أول حلقة الأهلي لما كان بيروح يلعب جمهورية شبين في ملعبو كان بالنسبة للأهلوية ماتش صعبة جدا صحيح لو تروح تلعب بالبلدية لو تروح تلعب المنصورة والأنديها الشعبية لو تروح تلعب والأنديها الشعبية والملعب تبقى مليانة جمهور ده ضغط كبير جدا حافز للفرقة الصغيرة كبير جدا وتشجيع كبير جدا ليهم وضغط عصب كبير جدا على الفرقة الكبيرة لزي الأهلي والزمالك والإسماعيلي فالتنفسية اللي كانت موجودة كانت كل فرقة الدولي بتطلع العيبة كبيرة المانيا كانت بتطلع العيبة البلدية كانت بتطلع العيبة المنصورة كانت بتطلع العيبة النهاردة باستثناء الأهلي مع كامل الاحترام يعني ما عندك شده احنا يعني لعيبة تتمثل المنتخبات وتلعب على المستوى الدولي وتبقى تقدر تلعب تحت ضغط عندها الشخصية وعندها المنتالي احنا ليه بنقول مستحيل تقدر تقول ده يعني هتخون كل جمهور الكرة في مصر مستحيل يعني الناس بعدت لأن حاسة ان الناس اللي بتشتغل بتشتغلش بشكل بفكر بعلم بإدارة بتخطيط مجرد انك بس معتمد على فكرة ان موجود زي واحد زي محمد صلاح او ترزيجي اسماء اللي موجودة الواحد او الاثنين او التلاتة اللي موجودين عندنا محترفين طبعا مع الاسماء الكبيرة اللي موجودة في مصر طبعا بسبب من الاهل او زملك او باقي الفرق مستخبين وراهم ودي مشكلة كبيرة جدا جدا لازم يكون عندك صراحة مع الجمهور المصري الجمهور المصري يا حمد خلي بالك انا بقعد انا وانت يعني بنكلم كتير جدا لكن انت لو نزلت الشارع هتشوف غضب غير طبيعي وناس فهمة في الكرة بشكل غير طبيعي النهاردة بتدرج تضحك على على الجمهور المصري بكلمة واتنين وخلاص والموضوع خلص وعدة ورحيل فيتوريا ورحيل سين او صاد او نعلق المشنقة الواحد الناس بقيت فهمة انت ما عندكش مشروع تشتغل عليه ما عندكش خاصة في ظل الاخفاخات الكبيرة جدا جدا لكل المنتخبات في الفترات اللي فاتت انت ما حققتش اي حاجة باستثناء وصول المنتخب الأولمبي للأولمبياد ايو فين فين بطولات افريقيا والتتويق بيها بقالك 14 سنة النهاردة مش قادر توصل لمناصة التتويق في بطولة امم افريقيا بهذا الجيل بهؤلاء اللاعبين بكل المدربين الكبار اللي جمع سنبلك الرتوبة كتعالية شوية برضو على الكل طيب ماشا شوف انا كنت بقول ان ده من ضمن الاسباب لكن انا تراجعت السبب يا رجل حرام عليك هقولك طيب يعني خلينا اتفق على حاجة انا مش عادة تظلم اللاعيبة على فكرة اللاعيبة مش انا بشوف اللاعيبة مجنية عليها يعني رغم ان كتير كان بعيد عن مستوى وكتير انا يعني كتير شفت انه او صدقت ما قلت انه فيه لعيب ممكن يجيج جدا محلية لكن دوليا لا قصة قصة مختلفة تماما الضغوط والشخصية طبعا من بروفايل اللاعب الدولي غير بروفايل اللاعب المحلي تماما طبعا طبعا فيه لعيبة على فكرة بروفايلات دولية كتير جدا كانت تستحق التوجد في البطولة دي طبعا ما اخترهاش طبعا ما اخترهاش فيتوريا طبعا بس لكن انا عايز اقولك انه فكرة الدرجات الحرارة والرطوبة انا كنت مقتنع بيها تماما لحين وجود منتخبنا الشوت التاني في كل المباريات ممكن اخد منك اشتريها وابلاحة منها لو بتقولي وانت بتلعب من الجيريا وانت بتلعب السنغال وانت بتلعب المغرب خلي بالك احنا كنا افضل في الشوت التاني في كل المباريات بتاعتنا لكن يعني انت ما عندكش مشكلة بقى انت بتتعادل بالعافية مع موزنبيق وبتتعادل بالعافية مع غانا صحيح انت انت لعبت لعبت اربع مطشط في البطولة ما حققتش ولا فولس اه وسبع اهداف في سبع في سبع اهداف وانت اعتقد في تاريخ مصر في امم افريقيا اعتقد ما حصلتش قبل كده لأ عندك مشاكل كتيرة جدا ممكن نجيب بقى فيتوريا وكيروش مع بعض يعني كيروش اشتغل دفاع دعمل المعادلة دي وفيتوريا اشتغل دعمل المعادلة دي اه اشوف امكانيات لعبتنا اقوى وافضل من كده بكتير جدا دعو بروفالي اللعب المصري ومواهبة اللعب المصري مختلفة واقوى بكتير جدا جدا من اللعبين الافارقة لكن الشغل والتطوير يعني دايما الناس تقول لك ايه والله احنا منتخب مصري بالذات يعني ممكن ان ده اه نجح حتى تبقى مع جانب لكن المنتخب عايز ليدر يعني ممكن يبقى اه مش فني وتاكتك مش احسن حاجة في الدنيا في كلكي سيكولوجية وشخصية المدرب شخصية يقدر يريد المجموعة دي ويخليهم يطلعوا افضل عندهم الجهري عمل ده تسعين كاس عالم وتبين تسعين بورجان فاسو كابتن حسن شحاتة قدر يعمل ده فقالي لأ من راهينش في حد لو انا انا هقول لك على حاجة انت دلوقتي عايز حلول مظبوط يعني انا باقترح معاك وفي حلول مؤقتة لازم انقاذ ما يمكن انقاذه انت عندك تسعين كاس عالم وعندك كان خمسة وعشرين والاتحاد المصري مش هيرحل والاتحاد بصي مش هيرحل حين الانتخابات يعني انت خرار خلاص فانت مضطر انك تكمل مع الاتحاد المصري بهذا الفكر لكن يقدر يطور في ده اتأمنى انه ياخد كل كل عناصر النجاح او على الاقل الاقتراحات اللي موجودة عشان يقدر يطور ويبتدي ينفذ عشان اللي يجي بعده يقدر يستلي منه الراوي ويكمل طب هل المقترح الافضل دلوقتي ان فيتوريا يكمل ولا لا لا انا شايف انه خلاص ما يكملش ويكون عندنا مدير فني مصري الفترة دي لحين التعاقد مع مدير فني قوي شخصية يقدر يطور منظومة الرياضة في مصر مع اتحاد مصري قوي عنده بلان عنده مشروع يقدر يشتغل عليه 4 و 5 و 6 سنين الفترات اللي جاي وفي ملفات مفترض تبقى مهمة جدا يعني نسيبنا بقى من حالة ركوب الترند والمكايدة والتهجيس والحاجات اللي احنا بقنا متعاودين عليها دي ونبص بقى على ملفات ممكن لو اتطرحت للمناقشة نقاش العام حتى ونسمع اراء مختلفة فيها ممكن توصلنا الحاجة يعني ملفات سهلة جدا انا شايف ان احنا ممكن في خلال فترة بسيطة جدا نحلها ونقفلها ضبة ومفتاح فكرة مثلا عودة الجمهور للملاعب فكرة الاضافة اللي بتعملها كتيبة المحترفين الاجانب في مصر احنا ليه بنجيب محترفين اجانب في مصر بس عشان نعوض نقص في مراكز معينة ولا عشان يكون كمان فيه فايدة لللاعب المصري انه يحتاج كمع مدارسية فكرة دعم المدربين المصريين وتطوير مستواهم وتأهيلهم فكرة اتاحة الفرص للمواهب الصغيرة اما بالاحتراف او المشاركة وما يفعش تدفنهم يفعش تقتل عليهم لا تسمح لهم بالمشاركة مع فرقهم هنا في الدورة ولا تديهم فرصة للاحتراف الخارجي وملفات كتيرة جدا 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 ممكن ننقشها ملف ملف وتشوف مع بعض ممكن نوصل لفين هارد لك للجمهور المصري الخروف مكانش مقلم بقد المستوى اللي ظهر به المنتخب المصري واتمنى ان احنا نقدر نلم ورقنا بسرعة لانه اللي جاي صعب انت لسه عندك تصفيات كاس عالم بالمستوى اللي ظهرنا عليه في امم افريقيا بقيت محل شك وعندك اولمبياد باريس وعندك امم افريقيا في المغرب نصها اللي جاي في المغرب 25 ومن بعدها نتمنى ان شاء الله نكون مشاركين في كاس العالم في 26 اشترك شكرا جزيلا شكرا جزيلا نتقابل في ظروف افضل من كده شكرا على متابعتكم بكرا حلق جزيلا سادسا كل تحية